حصلت كارثة أخرى لأهالي القرى المهجرة من قبل محافظة نينوى وتحديدا من قبل معاون المحافظة للشؤون الإدارية المدعو سمو سمو تابع إلى الديمقراطي الكردستاني السيد مدير الناحية أجاب يقول كتابكم كذا في كذا نود إعلامكم بأن القرى المحمودية والسعودية والقاهرة والجدرية والصفية التابعة لناحية ربيع حاليا تحسيطرة قوات الإقليم أمنيا وأن سكانها نازحين منها إلى الأراضي الزراعية هم ومختاريهم يعني تعال على الماخوذوا خوذوا يعني هم رايحين يقول هم ومختاريهم على شكل تجمعات سكانية وبخصوص هذه القرى لكونها خارج القرى الأخرى ولمعرفتهم بأحوال سكانهم ومتابعتهم راجعين تفضلكم بالاطلاع والتنسيب حول الموضوع طبعا هم مموجودين في مثل ما قال نازحين إلى أراضي الزراعية لأن أراضي الزراعية مالتهم أساسا مسيطرين علي حزب الديموقراطي الكردستاني أساسا هذا المعلومة مصحيحة هم مساكنين في هياكل في ربيعة وفي قرى ربيعة في بيوت من طين وفي مخيمات مسوين لهم قريب على ربيعة والباقي في محافظات أخرى من هزمين ومشردين ولهذا أيضا كانت إجابة السيد مدير ناحية غير موفقة رجع السيد سمو يعني هذا مكان ما ينفعه بشيء يقول وردتنا معلومات تفيد بأن هناك قرى تابعة بسحب أختام هذه المختارين لأن القرى عدد ساكنيها أقل من ثلاثمية هما كل قرية من هذه القرى تعادل ألف وسبعمية ألف وسبعمية و ألفين و ألفين يعني عموم القرى ولكن هاي القرى لا يقل تعداد سكانها عن ألف يعني المحمودية لا يقل تعداد سكانها عن ألف السعودية نفس الشين صفية فوق الخمسمية المحمودية جدرية نفس الشين يعني أنتم مكان ما تقولهم يا هذول النازحين تعالوا نفيدكم بشيء ننفعكم أنتم تقوم يعني فأنا أعتقد ما هكذا ترد الإبل يا سيد سمو وهذه التعليمات التعليمات الديمقراطي الكردستاني يفترض أن تكون أنتم ممثل عن نينوى وليس الحزب الديمقراطي الكردستاني وإذا أكو قرى فبس هاي القرى فارغة هذه طبعا أكو قرى فارغة بدون أي تجاوز أنا أعتقد أن هذا العمل عمل منهج عمل حزبي منهج يعني محو هوية هذه المناطق ويأتون بأشخاص تابعين لهم حتى يكون لقاء عند الأمم المتحدة لقاء عند رئيس الوزراء لقاء عند المسؤولين يقولون ما يريد أن يعني ما يريد سمو وما يريد الحزب الذي ينتمي له سمو ونحن بدورنا لن نترك هذا الموضوع يذهب آن سوف نخاطب السيد الرئيس الوزراء نحن ناشدناه من خلال الإعلام وخلال صفحة مالتنا ولكن سوف يكون لنا كتب رسمية لتشكيل لجنة خاصة بخصوص سمو وكذلك طالبنا المحافظ وسوف يكون لنا كتاب رسمي بتشكيل لجنة على هذه الملابسات أيضا طالبنا الهجرة ومهجرين بأن تقف على هذا الأمر وطالبنا الأمم المتحدة وسيدة بلاس خارت بأن يكون لها هي يعني في تقاريرها تذكر أشياء بسيطة جدا عن العراق وفي مجلس الأمين وفي الأمم المتحدة هذا الموضوع جلل وكبير جدا أيضا سوف تكون لنا وقفة وزيارات وإظهار الحقيقة وأيضا خاطبنا الإعلام الحر من أهالي نينو وفي العراق عموما بأن يسلط الضوء على هذه المظلومية الكبيرة ونحن بدورنا كعضو لجنة نزاهة كرئيس لجنة نزاهة مسؤولة عن الموصل فرعية مسؤولة عن الموصل أيضا سوف نحقق في هذا الأمر وسوف نحيل هذه الأوراق الموجودة عندنا والمخالفات إلى محكمة النزاهة في الكرخ وأيضا إلى محكمة النزاهة في محافظة نينو هذا الموضوع يراد منه تغيير ديمغرافي لواقع هذه المناطق سواء السكانية أو الرسمية